وجبة عشاء لمسؤول قسم الأوكسجين في مستشفى بنت الهدى تنهي حياة الطفل دعاء عباس الراقدة في قسم الخدج التابع إلى مستشفى بنت الهدى ولطالما انتظرها ذوها على مدار تسعة أشهر لكنها فارقت الحياة بسبب الإهمال نزلت لبالأوكسجين ما لقيته دورت عليه دورت قال له لتلقاه جواب القاعة خميته كده لمستشفى ما لقيته رجعت للولد مسؤول بالاستعلامات بالباب قلت لأخوي المسؤول بالأوكسجين وين قال والله ما عادري رجعت سألت الولد قلت لأخوي ماهو ما عندك رقمة طانية طاني رقمة خابرت قال له السلام عليكم وين انت أمجد قال أخوي هنا أنا جاية عشي قلت لأخوي وين تتعشي الطفلة راح تموت قلت لأ الطفلة راح تموت ما تلاحق وراء العشي قال هسه جاية ثواني رجعت للدكتور لا قاني بالدرج قلت لأ دكتور أبو الأوكسجين يقول جاية عشي قال لي عادي هسه شوية ويجي بالقرآن مرة من المرات بالأربعة بالليل الجانس قال أقيس لك الأوكسجين هذا أخصاي ما عارف شنو أقرع شوي يضعيفون قلت لأي أخوي قال نص ساعة و تقلي حتى أرجع أقيسه إلك قلت لأنا هذا والله ابن حلال نص ساعة جيت قلت لأ أخوي مو قلت لأ نص ساعة حتى أقيس لك الأوكسجين قال يعني أنا بس إلك هاي المرضى كل هي والحسين رح جبت أكسجين و جيت قلت بعد ما أوصل لهم شين يعني شين هالذلة هاي و رح جبت أوكسجين أحب بقت كلي شوي قيسة حالتها زينا والحمد الله بس هذا الأهمال أدى إلى الوفاة ما لأتوحنا كي شمال ريت ولا مشتكين ولا شي بس خطية هاي الجهال برقابكم و على الرغم ما أكده مدير عام صحة ذقار أن الطفلة تعاني من تشوهات ولادية في القلب وتحتاج إلى رعاية خاصة لكن هذا الأمر لا يخلي مسؤولية الكوادر الصحية و إهمالهم للمرضى فالكثير من الضعايا قد توفوا بهذا الأمر الطفلة كانت تعاني من إصابة ولادية تشوهات قلب ولادي مع عجل التنفس تم إجراء كافة الفحوصات اللازمة للطفلة أعطت العلاج اللازم داخل المستشفى بقت راقدة بالمستشفى اللي طيلت هاي الفترة و مراقبة من خلال الطبيب الاختصاص شاء القدر أن تدهور الحالة الصحية إلها وتوفت في أحدى الحاضنات الموجودة في ردهات المستشفى التقرير الأولي اللي جانم تقرير وحدة المتابعة مالتني أنه الطفلة توفيت بسبب الحالة المرضية مالتها اللي تعاني وليس كما أدعى صاحب المنشور بأنه عدم توفر الأجهزة الطبية غياب الرقابة وعدم محاسبة المقصرين يلقي بظلاله على المواطنين الفقراء الذين لا سبيل لهم سوى المؤسسات الحكومية فأصبح الإهمال فيها شبه الوباء يخطف الأرواح لقناة دجل الفضائية راس الكريم الناصرية ترجمة نانسي قنقر